five little babies jumping on the bed one fell down and bumped his head mama called the doctor and the doctor said no more babies jumping on the bed four little babies السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نبدأ بإذن الله بشرح وحل تمارين اليونت الأول activity book كتاب النشاط للصف الخامس الإبتدائي activity A طبعا هذا الموضوع هو unit one lesson one activity A read and write about yourself اقرأ وأكتب حول نفسك هنا ديما تقول I am Dima I'm from Iraq أنا من العراق I live in Basra أنا عيش في البصر فالطالب هنا يكتب أي اسم اسمه ويكتب أين يعيش ويكتب أيضا من أين هو I'm Ahmed I'm Ahmed I'm from Iraq and I'm in Iraq I live in Kut أو I live in Baghdad أو أي دولة أخرى activity B match the questions and answers يعني طابق الأسئلة والأجوبة write the numbers يكتب الطالب رقم الجملة number one is Ali from France is Ali from France هنا نشاهد بأنه سائلين بis وهنا Ali هو مذكر فنقول عن المذكر he فنلاحظ هنا بالجملة أي جملة فيها يعني هي طبعا يكون أجوبتها هذه قصيرة يسأل نو جميعها لأنه بادئ بالفعل المساعد or is Ali from France هل Ali من فرنسا فيكون جوابه number one no he isn't لأنه he تتكلم عن علي ولا يجد في الجملة البقية he ولكن فقط في الجملة الرابعة هي فيه he no he isn't ليس هو من فرنسا number two are are Ali and Murad from Turkey are Ali and Murad from Turkey هنا سائلين بare وهنا جمع لدينا they إذن يكون جواب فيه they فنبحث عن الجملة فيها they فهنا الجملة الأولى yes they are yes they are نعمهم number three are you from Iraq هل أنت من العراق يسألك فعندما تجاوب تقول نعم أنا فتحول you إلى I are you from Iraq فتكون yes I am نعم أنا number four is Dima from Egypt هل Dima من إيجبت هنا Dima she نقول عنها ونسأل ب is إذن نبحث في الجملة عن she فتكون هذه جملة الثانية no she isn't no she isn't الصفحة الأخرى يوجد فيها activity C write the missing letters أكتب الحروف المفقودة هنا لدينا Italy فتكون A الحرف المفقود Turkey تأيو هنا وهنا تكون E جابان أي وأي فرانس أي فرا أ فنكتب أي فرانس تايلاند أ إذن أي صوت يكون أ فيكون أي حرف الأي إيجبت إيجبت إي فتكون حرف الأي ونكتبها كابتال number seven إراك إرا أ فنكتب أي فنكتب أي أيضا activity D number the countries in alphabetical order يعني رقم البلدان في الترتيب الأبجدي فيكون number one فرانس وما كاتبنا number two إراك number three إيطلي طبعا الطالب يكتب A, B, C, D, E, F, G يكتب الحروف ويرتب حسب حرف حرف number three إيطلي number four جابان number five تايلاند number six تاكي activity E can play the questions يعني أكمل الأسئلة and answers والأجوبة use is isn't or aren't number one she from Egypt فنسأل دائما هنا بالفعل المساعد عندما نسأل نسأل هنا شي لدينا فنستخدم شي تأتي معها is فنسأل is she from Egypt no she isn't كما قلنا إذا بداية الجملة no إذا كان الجواب فيه no فيكون بنهاية الجملة أيضا not نضع no she isn't لأنه سألين بإز فالجواب يكون بإز أيضا number two we هنا we from Iraq we تأخذ are لأنها جمع are we from Iraq yes we are هنا لا نضع ناط لأنه الجواب yes number three are they from France هل هم من فرنسا أيضا نستخدم لنا are they لدينا they للجمع تأخذ are no they aren't هنا وضعنا not لأنه الإجابة بـ no number four is he from Turkey هنا لدينا he فنستخدم is لأنه he or she or she or it or it is he or she or it is yes he is number three england بيكون بصندوق اللوك يعطينا قاعدة دائما أو الأشياء المهمة I'm from Iraq he's from Iraq she's from Iraq أنا من العراق هو من العراق هي من العراق we are from Iraq نحن من العراق they are from Iraq هم من العراق كما قلنا بأنه I تأخذ أم هنا اختصرنا he is أيضا اختصرنا she is we are أيضا مختصر they are activity c look back at page 8 of your pupils book ارجع عني وانظر إلى صفحة ثمانية من كتاب الطالب and correct the sentences وصحح الجمل number one she's from Egypt إنها من Egypt she isn't from Egypt هذه المثال من طينية she's from Iraq إنها من العراق number two he's from England هو من England he isn't from England نحن نقول هو ليس هو ليس من انجلترا he's from Italy لأنه هو إنزو number three she's from Thailand she isn't نحن نقول she isn't from Thailand she's from France إنها من فرنسا she's from Italy إنها من إيطاليا فنقول هذا تكون خطأ الجملة she isn't from Italy she's from Thailand إنها من تالين لأنها كندا he's from Turkey he isn't from Turkey إنه ليس من تركيا he's from Japan إنه من جابان لأنه هو هيروشي والدين on lesson three activity I write the country names أكتب اسماء البلدان with the correct spelling بالتهجي الصحيح number one هنا يعني الحروف غير مرتبة فيرتبها الطالب حسب إراك حسب العلم الفلاق number two جابان number three تاكي number four إيجيب number five تايلاند number five تايلاند activity we complete the sentences أكمل جمال use the words use the words in the boxes استخدم الكلمات في الصناديق remember to use capital letters يعني تذكر بأن تستخدم الحروف الكبيرة number one من عدينا yes is Iraqi is فأول من نسأل دائما بالفعل المساعد is she from Iraq لأنه she تأخذ is فاختارينا is is she from Iraq فنكتب yes she is I'm here she's Iraqi إنها عراقية number two no تاكيش are not are they from England هل هم من England no they are not هم ليس هم من England they are تاكيش هم to أتراك number three فرانش yes is 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 he from France هنا استخدمنا إذن لأنه لدينا is he from France yes he is he is فرانش هو فرنسي والآن لدينا الصفحة الأخرى لسن three activity see what nationality are they ما هي قوميتهم right sentences أكتب الجمل number one they are Japanese هذه مثال المنضينا they are Japanese number two هنا سورة العالم العراقي he is Iraqi لأنه ولد فنقول عليه he is Iraqi number three هي بنت she is Thai إنها من Thailand number four they are French هم فرنسي number five he is English هو انجليزي والذين activity take the correct ending يعني ضع صح على النهاية الصحيحة number one Japan Japanese فتكون E S E عندما تصبح قومية Japanese نضيف لها E S number four Italy Italian أيضا I A N number five England تصبح English نضيف لها I S H هنا أيضا لدينا lookbook سيعني صندوق النظر بعض القوميات غير منتظمة لا نضيف لها مثل البقية مثل I'm from Thailand تصبح Thai لا نضيف لها إضافة I'm from France I'm from France I'm French هنا لدينا lesson four activity A complete the information file أكمل المعلومات حول about each food حول كل طعام use the words from the boxes استخدم الكلمات من الصندوق هنا 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 فود مزقوف مكاروني كليچا كاري countries India يعني البلدان معناها India الهند Iraq العراق Italy إطاليا هنا لدينا صورة الكليچا فنقول name كليچا country Iraq من العراق هنا لدينا صورة مزقوف السمك المزقوف فيكون الاسم name مزقوف country Iraq أيضا عراق هنا لدينا صورة كاري فيكون name كاري country البلد يكون India من الهند وهنا لدينا صورة مكاروني الاسم name country Italy يعني البلد وإيطاليا وهذه الصفحة الأخرى لليسم 4 activity B الفعال read the clues and name the country for each nationality يعني سمي البلدان لكل قومية and write it in the crossword وكتبه في الكلمات المتقاطعة هنا ندينا cross وندينا down cross يعني عبور تكون أفقي وdown العمودي هنا لدينا قوميات Egyptian فنرجعها يطلب من عندنا أن نكتب اسم البلد لكل قومية Egypt فتكون Egypt فنكتب number one Egypt number two down يكون عمودي Turkish فنرجعها إلى البلد Turkey Turkey فتكون Turkey Turkey number three Japanese فنرجعها إلى أصل إلى البلد Japan Japan فنكتب هنا Japan number four Australia يعني Australia فنرجعها إلى أصل Australia فتكون number four Australia number five Thai فنرجعها إلى البلد Thailand number five Thailand number six Iraqi رجعها إلى البلد Iraq number six Iraq هنا Iraq number seven French نرجعها إلى البلد France number seven France number eight English رجعها إلى أصل إلى أصل England 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 وإلآن لدينا لدينا لسن five activity A complete the sentences أكمل الجمل هنا لدينا كلمات في المربعات في الصناديق يطلبنا أن نضعها في الفراغات people people معناها ناس travel معناها يسافر internet معناها internet language معناها لغة books معناها كتب English معناها اللغة الإنجليزية number one I want to study in the English أنا أريد أن أدرس في اللغة الإنجليزية إذن نكتب language in the English language number two there are lots of in English هناك الكثير من ماذا من الكتب هنا ردينا كتب of books in English في الإنجليزية number three lots of people in the world speak English الكثير من الناس people في العالم يتحدثون الإنجليزية number four there are lots of songs in هناك الكثير من الغاني in English في number five I want to travel to other countries أنا أريد أن أسافر إلى بلدان أخرى number six there is a lot of English on the Internet الكثير من الإنجليزية في الإنترنت what can you see in the pictures ماذا تستطيع أن تشاهد في الصور write sentences اكتب جمل in picture one there are lots of famous cities هناك الكثير من المدن المشهور number two there are lots of flags هناك الكثير من الأعلام number three there are lots of books number four there are lots of people هناك الكثير من الناس وهنا لدينا الصفحة الأخرى اللي اسم five I want to learn to play tennis because I love tennis أنا أريد أن أتعلم لعبة التنس لأنه أنا أحب التنس فهنا تقول هي I want to travel around the world أنا أريد أن أسافر حول العالم because I want to see interesting places لأنه أريد أن أشاهد أماكن ممتعة what do you think ماذا تعتقد number one فهنا طالب يختار أي جملة يكتب عليها yes or no number one I want to learn to play tennis because I love tennis إذا يحب التنس يكتب yes وإذا لم يحب التنس يكتب no number two I want to learn to cook to help my mother أنا أريد أن أتعلم الطبخ لكي أساعد أمي أيضا يكتب الطالب أما الاختيار yes or no number three I want to play football أنا أريد أنا ألعب كرة القدم because I want to be famous أريد أكون مشهور أيضا يكتب الطالب yes or no مخير number activity D read and march أقرأ ووصر write the numbers أكتب الأرقام I want وهنا because السبب number one learn to swim نتعلم السباح لماذا لكي because it's healthy لأنه وصحي number two learn how to play football نتعلم كيف نلعب كرة القدم يكون جواب I want to play for my country أريد أن ألعب لبلدي number three learn to ride a bicycle تعلم يعني أتعلم أن أركب الدراجة يكون جواب I can ride to school كي أسوخ أو أركب إلى المدرسة number four go to an art club أذهب إلى نادي فني يكون جواب I want to learn to draw pictures أنا أريد أن أتعلم نرسم الصور number five learn to play snakes and ladders يعني تعلم لعبة الأفعى والدرج فيكون جواب it's fun لأنه هي متعة number six learn to use a computer نتعلم أن نستخدم الكمبيوتر because computers are important for studying لأن الكمبيوترات هي مهمة للدراسة والآن لدينا activity write two sentences about yourself أكتب جملكين حول نفسك number one I want to swim because it's healthy and أريد أن أسبح أو أتعلم السباح لأنه وصحي لأنه وصحي number two I want to study English because I love English ويستطيع الطالب أن يكتب أي جملة أخرى والآن لدينا lesson six lesson and read about India استمع وأقرأ حول الهند here is a map of India هذه خارطة للهند you can see the Taj Mahal تستيع أن تشاهد the Taj Mahal India is in Asia India الهند هو في آسيا it's a very big country إنه بلد جدا كبير and it has the second biggest population ويمني ثاني أكبر سكان في العالم the capital of India is New Delhi كما تعلم البنية قد يتينا سؤال what's the capital of India فيكون جواب New Delhi but the biggest city is Mumbai people in India speak many different languages الناس في الهند يتحدثون الكثير من اللغات like Hindi Hindi معناها الهندية تميل معناها أيضا اللغة في جنوب الهند يتحدثون بها and Urdu أيضا لغة يتحدثون بها في الهند lots of people speak English too الكثير من الناس يتحدثون انجليزية أيضا the national symbol of India the national symbol of India is the tiger هذا الرمز الوطني للهند India is famous يعني الهندية مشهورة for elephants الفيلة tea الشاي كاري الكاري and ساري ساري اللبس الهندية الساري is a dress that many Indian women wear يعني الساري هو لبس يعني ترتدي أكثر النساء الهندية here is a picture of the Himalaya mountains هذه صورة لجبال الهمالاية part of the Himalaya range يعني جزء من سلسلة جبال الهمالاية is in India إنها في الهند وهذه الصفحة الأخرى للسن 6 activity B cover page 14 يعني غطي صفحة 14 can you complete the sentences تستطيع أن تكمل الجمل about India حول الهند number one where is India أين الهند it's in Asia فيكتب الطالب Asia number two noodle he is the capital city of India إنها المدينة إنها عاصمة الهند number three in India people make many different languages الناس يتحدثون الكثير من اللغات number four India is famous for إنها مشهورة بأي شيء الهند مشهورة بأي شيء بكري and ساري وإيضاً بالأليفنس number five الساري is a dress that many Indian women wear هو اللبس الذي ترتدي أكثر نساء الهندية في كونس ساري number six the national symbol of India الرمز الوطني الهند هو التائجر النمر number seven the Himalaya or famous mountains range إنها سلسلة الجبال مشهورة جبال Himalaya number eight the September the rainy season is from الفصل الممطر is from من July to September من شهر جولاي إلى شهر سبتمبر لدينا lesson seven activity A الفعالة read about Oman أقرأ حول Oman Oman is a country in southwest Asia Oman هو بلد في جنوب غرب آسيا the capital is muscat يعني العاصمة هي muscat there are lots of high mountains هناك الكثير من الجبال العالية and there is also a long coastline وأيضا هناك ساحل بحري طويل it's about 1700 كيلومتر إنه حوالي يعني 1700 كيلومتر طوله there are lots of old castles هناك الكثير من القلاع القديمة and beautiful masks والمساجد الجميلة إن Oman في العمان في Oman people speak Arabic and Ordo يعني الناس تحدثون العربية ولغة الأردو The Omani flag يعني العالم العماني is red green and white أحمر وأخضر وأبيض Oman is famous for Arabian horses عمان 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 و قبعات وهنا صورة القبعات هذه قبعات والحصن العربية عمان 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 في الصورة تشاهد رجل عمان عمان بقبعات شورة مع حصانه وهذه information file معلومات يعني البلد كنتر المان موار يعني المكان ساوث ويست أجيا كابتال مسكت لانجووجيز عربك and أردو there are lots of high mountains جبال عالية and long coast line وساحل طويل and old castles وقلاء قديمة and beautiful مسكت ومساجد جميلة famous for مشهور بأي شيء Arabian horses Arabian horses الحصن العربية and كوما هات والقبعات هذه تكملة لسم 7 activity c find the mistakes بجد الأخطاء circle them and يعني حوطهم and write the sentences correctly وأكتب الجمال بصورة صحية number one they is from Iraq هنا كما قلنا they يأتي معها are وليست is إذن هنا الخطأ المستيك they are from Iraq number two is the Oman flag كما قلنا بأن عماني هنا العلم العماني وليس عمان فنكتب أماني ونضع لها I this is the Oman flag number three Iraq is Iraq is a city in southwest Asia إراق هو مدينة في جنوب غير بآسيا فهنا الخطأ المستيك وليست city وإنما country هو بلد Iraq is a country number four the capital of Iraq بغداد هنا the capital العاصمة عاصمة العراق واحدة وليست مجموعة فهنا المستيك الخطأ is Baghdad إنها بغداد number five there is lots of high mountains in Oman there is lots of high mountains in Oman there are لأن هنا lots الكثير من الجبال العالية جمع فنقول there are lots of high mountains in Oman number six people from Iraq are Iraq هنا الخطأ لأن المستيك Iraqi الذين من العراق يكون Iraqi Iraqi people from Iraq are Iraqi الآن لدينا lesson eight activity A طبعا العنوان I can أنا أستطيع activity A color the country red يعني لون الأقطار باللون الأحمر and the nationalities blue and the people and the in the blue here France is a country and the country Egyptian nationality Turkish nationality Iraqi nationality England country French nationality 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 is a country nationality Australia country Japanese nationality Canada ماذا تعرف عن الحروف الكبيرة؟ نحن استخدم الحروف الكبيرة لأسمى البلدان نحن استخدم الحروف الكبيرة لأسمى البلدان مثل أمان، إراك، إنجل جميعها كابتال لتر، الحرف الأول كابتال لتر أيضاً نامس من الناس، أسماء الأشخاص ديمة، كامل، جينا، جينا بيكون أول حرف أيضاً كابتال لتر ونامس من الناس، وأسماء القوميات أيضاً كابتال لتر إراكي، تركيش، فرانج وهنا لدينا الصفحة الأخرى للاسن 8 اكتيفتي دي، هل تستطيع أن تجيب هذه الأسئلة حول العراق؟ أين العراق؟ في جنوب غرب آسيا ما هي اللغة اللي يتحدثون به الناس في العراق؟ كما تعلمنا بأنها Arabic and Kurdish، العربية والكردية ما هي عاصمة العراق؟ فيكون باقداد number 4، what are some interesting places in Iraq؟ ما هي بعض الأماكن الممتعة في العراق؟ فيكون بابلون، ماشز، الأهوار، ملوية، منورة، وكثير من الأماكن الممتعة في العراق activity E، what are the new words you know؟ ما هي الكلمات الجديدة التي تعرفها؟ write six new words، أكتبها 6 كلمات here and remember them وتذكرهم أي كلمة من كلمات اليونة الطالب تعلمها جديدة يكتبها في الفراغات number one country, China, pandas, african, swim أي كلمة جديدة يكتبها الطالب activity F، read the puzzles يعني أقرأ الحزورات، can you guess؟ تصطيع أن تحزر number one this country is famous for curry and its elephants and tigers هذا البلد مشهور بالكاري والحيوة والفيلة والنمر which country is it? أي بلد هو فيكون اندية كما قلنا بينه مشهور بالكاري والفيلة number two the symbol of this country is the cedar tree رمز هذا البلد هو شجرة الصدر which country is it؟ فيكون لبنان number three this country is famous for its Arabian horses بالحصن العربية مشهور which country is it؟ يكون أمان number four the capital of this country is Baghdad في عصمت هذا البلد هو بغداد في which country is it؟ يكون إراك five little babies jumping on the bed one fell down and bumped his head mama called the doctor and the doctor said no no babies jumping on the bed four little babies jumping on the bed one fell down and bumped his head umm one